مرحبا انا ادحم النسخة الجديدة من ايو اس 10 صارت معي و راح استعرض مجموع من الحركات بالنظام و ترمو كلها اعلنت عنها ابل اول شغلة بمجرد ما ترفع الجهاز راح تشتغل الشاشة عشان شوف التنبيهات بسرعة واذا نزلت بتقفل حركة فيها اختصار للوقت واجهة القفل تغيرت كليا سواء من ناحية التصميم التنبيهات او حتى تقدر تضغط عليك كل التنبيه بقوة باستخدام لمس ثلاثة الابعاد وبالتالي تقدر تتفاعل معها مثلا تقدر ترد على الناس منها وشغلات اكثر تسويها بدون ما يحتاج لضيع وقتك تفتح القفل ونظام التنبيهات صار متفاعل بكل مكان معك سواء بالواجهة او حتى القائمة العلوية بواجهة القفل لو سحبت من اليمين صار في اختصار الكاميرا لو سحبت مني سار راح تظهر لك الوجه واشوف مكانه هنا افضل من القائمة العلوية طيب السؤال كيف تفتح القفل صار عن طريق ضغط زر الهوم حصرا قائمة كنترول سنتر اعادوا تصميمها صارت اجمل وصار اذا تسحب يمين تطلع لك الموسيقى ولو تسحب يمين اكثر راح تفتح لك مكان التحكم بالاجهزة الذكية بالبيت 3D Touch صار لها ميزات هنا لو تضغط بقوة راح تطلع لك المزيد من الخيارات مثلا اذا ضغطنا على الفلاش بقوة صار لثلاث درجات طعيف ومتوسط وقوي لو نفتح واجهة القفل مبدايا بتشوفها مختلف عنه لكن فعليا صار تقدر تحذف اي ابليكيشن حتى لو الرسمية الخاصة في ابل وهذا بيريح الكثير الشي الثاني انه 3D Touch تطور هنا بعد صار فيه كثير من اختصارات مثلا لو تضغط على اي مجلد بيعلمك التنبيهات جاية من اي تطبيق بالضبط بالاضافة لانه راح يعطيك خاصية اعادة التسمية من برا ايضا لو تضغط على اي تطبيق راح يعطيك زر المشاركة عشان تاخذ رابط الابليكيشن وترسل صديقك بسرعة بدل ما تدخل المتجر وتدور رابط الابليكيشن التطوير في اللمس الثلاثية الابعاد 3D Touch ما توقف صار تقدر تعرض محتوى اكثر للتطبيقات بدون ما تدخل التطبيق نفسه لو تسحب للإسار تروح منطقة البحث راح تلقى ايضا صار فيه الوجت هنا ويبدو بان ابل حطتها باكثر من مكان عشان تصير مفيدة اكثر من اول القائمة العلمية اكيد اختلفت بالتصميم وصار تقدر تحذف جميع التنبيهات باستخدام 3D Touch وأخيرا تطبيق الساعة والمنبه صار باللون الأسود وصار في خيار جديد اسمه BitTime وهنا تقدر تدخل وتحدد فيه ساعة عادة كم تصحى بأيام الأسبوع ومتى تنام وكم تبغى تنام 7 أو 8 ساعات بالتالي راح يصحيك وسط الأسبوع وما راح يصحيك بالويكند وهذا اختصار لفكرة انك لازم كل يوم تحط المنبه ما عد يحتاج كل يوم تدخل تحط المنبه تطبيق iMessage تدور كثير مرة أي رسالة تجيك تقدر تدورها مرتين تختارها الإيموجي اللي يعبر بإعجابك أو عدم إعجابك أو غيرها كذلك صار فيه Stickers صور متحركة وصار تقدر ترسل كلام مخفي أو حتى صورة مخفية عشان تفاجئ صديقك وتقدر تحط تأثيرات على النصوص بحيث تكون أكبر أو أصغر وصار تقدر ترسم حتى بيدك مثل ساعتهم ولما حد يرسم لك تقدر تشوفها ويترسم أو تنكتب ولما يطلق النظام بيكون فيه متجر تحمل منك كل المنسقات وهذه الشغلات التقويم تطور صار يقترع عليك جدول معيدك بناء الرسالة اللي تجيك وكذلك ينبهك تطلع من البيت قبل الموعد بحسب زحمة الطريق وعلى طريق الزحمة الخرائط تطورت كثير صارت تعرف وين بيتك وين مكان عملك وحتى وين وقفت سيارتك وتحفظ المكان عشان تعلمك من نفسها ما يحتاج تسوي أنت أي شيء أخيرا صار تقدر تعدل الرقم اللي تكتبه طبعا عدم تعديل شغلك كانت مستفزتني وأكيد مستفزت الكثير صار عندك الآن تطبيق هوم من خلال تقدر تدخل وتتحكم بكل الأجهزة الذكية عندك بالبيت مثلا أنا عندي لمبة المكتب وكذلك لمبة ذكية أخرى بالتالي ما عد يحتاج تدخل تطبيق كل لمبة بشكل منفصل مثل أول لما تكون تسولف مع أحد وتكتب كلام وبعدين تغير الكيبورد إلى إيموجي راح يقترح لك إيموجي بنفس معاني هذه الكلمات اللي كتبتها حركة حلوة بس ليتها تدعم العربي بتطبيق الملاحظات صار تقدر تشارك أي ملاحظة كتبتها مع أشخاص تانين من خلال رابط ترسل لهم النظام ما زال مليان بتعديلات مثل هذه وأكثر بعضها أو كثير منها ما تكلمت عنها أبل لكن ما ودي يخلي الفيديو أطول مما هو عليه ادعمنا بلايك إذا ودك فيديوهات أكثر مثل هذا وسبسكرايب مع السلامة اشتركوا في القناة